راضي عن مسلسل حلال؟ اه طبعاً طلع الرابع عن مشاهدة رابع مشاهدة يعني طب أنا عايزكي تقري التعليق ده من الناقضة مجدى خير الله تفضلي سومير خشيب لا تشغل بالها مطلقاً بطبيعة الشخصية ولا الملابس التي تناسبها فيها ترتدي طول الوقت في البيت أو الحارة جلاليب ما هي الحارة لازم يلبسوا لها جلاليب يا مادام ألوانها ملعلعة ومترزة وتترك شواتير شعرها طيب الناس بتسألني شعرك عايزين يعرفوا شعري حلوة ليه ماشي تصل إلى ما تحت خسرها مع مكياج صارخ لا يغادر وجهها في أي من ساعة الليل أو النهار حتى أنها تحتفظ بمكياجها حتى وهي غطصونة تحت الماء واو ناهيك عن طريقة الأداء الغريبة وكأن رأسها وركبتها تتحرك بزنبالك الله لا يتوقف فيما شعرك أنك تتابع مسلسلة هنديا مثلاً الهنود وصلوا للعالمية إن شاء الله يا رب نوصل زيهم تعليقك على الكلام ده ده رأي فردي يعني باحترم رأيها هي حرة هي شايفة كده بس أنا رأيي الملايين وهو اللي يهمني مش رأيي حد واحد طب رأيك أن أنت بتحتفظي بالمكياج فعلاً حتى وانت نايمة وانت بتغسلي وشك حتى ميكوب لا طبعاً ده مش مظبوط الكلام ده وبعدين كل عمل بيبقاله مخرجين كده بتشتم المخرج وبتشتم الستايلست وبتشتم كل الناس اللي مسؤولين من شكلي يعني يعني أنا مش أنا اللي بعمل شكلي صاري أنا اللي بيختار لي شعري هو شكلي وجلاليبي وشعري لواصل الوسطي يعني منزراني يعني اسم كبير هي اللي عاملة الحلال ده اللي هو شعري وصل لغايتنا طبعاً من حقها تقول رأيها ما عنديش مشكلة ردك إيه على عناصر العمل اللي هيب تتكلم فيها شايفاً المكياج كان زيادة شايفاً كانت الجلاليب ألوانها من العلعة أنا محدش قال ده غير هي طب لما سمعتي أو قريتي ما هادي رأيها يا حرة في أنا باحترم الأوراق أنا بدايش من حد يقول أنا لو عشرة شتموني مش هيهموني لأن عندي ملايين بتحبني طب ما هي ممكن تكون بتقولك ملاحظة ممكن تفيدك بعد كده وما لو هتقولي ملاحظة بطريقة كويسة على راسي أنتي مش عاجبك الطريقة مش عاجبك الانتقاط بالشكل عام لا بالعكس أنا قريتو بشألتلك زي الهنود ده يا رب نوصل زي الهنود ده الهنود طب انتي بتهزي راسك زي الهنود هي بتتكلم على الأداء في مبالاة بعمل كده يعني في الكلام مثلا مش أعرفها ده حصل في مسلسل فان؟ لا طبعاً لا حصلش تعالي طبق وريك الفيديو الجاي يلا صمالخ الشاب عن موضوع الحلال ده يتوقف على أنها تقبل الدور أو ما تقبلوش أنها تقبله وتشوف أن مسألة الشعوزة وكذا حتكون فيها درجة من الغموض يرضي المتفرج فتبتدي تلعب الدور ده وتلعب الدور المشعوزة يعني اللي هي جاذبة للرجال في نفس الوقت تركيبة ترضي سمية الخشاب لكن هي ضد العقل ضد الدراما النطجة ضد أي حاجة خبرتك عاوزة تخطيها يعني مش ممكن طول الوقت بتقول إن البلد دي لازم يكون لها شكل مختلف ونهضة وشباب وكذا وانت بتغيب العقل عن طريق الدراما اللي بيشوفها الناس يومياً على الشاشة يعني إن أنا كل ما يحصل عندي عجز في شيء ألجأ لنوع من السحرة أو الشعوزة لا 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 نوع من التخلف العقلي الشديد يعني أنت متهمة بالتغييب العقل هو 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 بيدوء تسي يوجه الكلام ليه ولا لسماح الحريري المؤلفة ده المفروض الكلام ده يوجه للمؤلفة معه أنت اللي بتقبلي العمل لا لحظة معلش دي ست لها اسمها وما كانتها وعملها على الفكرة يا سماح الحريري هي اللي عملة الحقيقة والسراب ونجح قصر الدنيا مش مش المرال بتاع الحلال كانش عوزة وكان معمول بشكل قامدي فهو اختلطت معاه الأمور قوي وبعدين أنا ممثلة أنا مش المفروض هو يوجه لي الكلام ده خالص فأنا رفضة تقبلي العمل العمل بيونسى دي سمايال خشار بس لهو بيقوله غلط من يوم فنمية مش صح العمل ده دراما جزء منه كانت ما كانش الأساس هو الشعوزة ولا قتل قضية هي الشعوزة بس انت البطلة خالص إنتي ممكن تقولي أنه هو غلط كان المرال أكبر من كده وأهم من كده وكان فيه زيجات وكان فيه طلقات وكان فيه كوميدي وكان فيه مواقف كتير جداً ما كانش هو الأساس الشعوزة بس انت برضو المسئولية بتقع عليك برضو مع الكاتب لأن انت البطلة هل المسلسل كان ضد الدجل والشعوزة؟ لا لا انت فهمه غلط الدجل والشعوزة دي كانت كان جزء يميل إلى الكوميديا وجزء صغير قوي من أحداث المسلسل ما كانش هو المرال بس الأساس نادر عادلي هو بيتكلم في الموقع دي هو يبدو أنه هو شاف الحالة الأولى والتانية بس لو كان كمل المسلسل الآخر ما كانش هيقول اللي هو بيقول وبعدين المفروض كلامه ده يوجه للمؤلفة أنا مليش علاقة